في إطار توجيهات القيادة الرشيدة أعلن مدير إدارة الشؤون الدينية بوزارة العدل وشؤون الإسلامية والأوقاف الدكتور محمد طاهر القطان أنه انطلاقا من دور الزكاة في تعزيز التكافل الاجتماعي قرر صندوق الزكاة والصدقات تزديد ديون مجموعة من المعصرين الذين صدر بحقهم أوامر بالقبض أو منع السفر أو الحبس لعدم سداد الدين وذلك في إطار مشروع سهم الغارمين من جانبه قال الشيخ صلاح حيدر رئيس صندوق الزكاة والصدقات إن السداد عن 69 من المحكومين في قضايا مالية بلغ نحو 530 ألف دينار بحريني ما يتواكب مع تحقيق الصندوق للعديد من الإنجازات التكافلية والتنموية دعيا إلى مزيدا من الدعم للارتقاء بعمل وخدمات الصندوق في المجتمع